موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس حوالات مالية فورية مجمع الملك الحسين للأعمال مشاهدين الكرام في مملكة الأردنية الهاشمية أسعد الله وأوقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث بها في المحاور التالية الأمر الأول سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن توقعات المنخفض الجوي القطبي الذي سيؤثر عنه الذي سنت بأنه من الدرجة الثالثة هذا المنخفض الجوي سيستمر تأثيره خلال الثمانية واربعين ساعة المقبلة سنتحدث في المحاور الآخر عن توقعات الأمطار والثلوج بالتفصيل ثم سننهي النشرة الجوية ببعض التنبيهات والتوصيات الجادة خلال فترة التأثير هذا منخفض الجوي نبدأ النشرة الجوية بصور الأقمار الاصطناعية كأن نشاهد هناك اندفاع لحزم كبيرة من الغيوم المنطرة باتجاه المنطقة الشرقية للبحر المتوسط وتركز هذه الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى تجلب هذه الغيوم الأمطار بحمد الله خلال الساعة القليلة الماضية وكما تلاحظون هذه الألوان تعكس تحرك هذه السحب باتجاه المملكة إذن هناك تتفق لهواء ساخن باتجاه القرى الأوروبية خلال الأيام الماضية هذا أدى إلى اندفاع كتلة هوائية قطبية شريطة البرودة من القطب الشمالي إلى تركيا ثم إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط بصراحة هذه الكتلة القطبية هي غير طبيعية وغير اعتيادي في هذا الوقت العام نحن الآن على أعتاب فصل الربيع ونهاية هذا الأسبوع هو الموعد الفلكي لبداية فصل الربيع لكن هذه الكتلة القطبية الآن قد تحركت باتجاه المملكة يمكن مشاهدة ذلك عبر نماذج المحاكاة الحاسوبية هذه الألوان تعكس تدفق الكتلة القطبية باتجاه شرقي البحر الأبد متوسط كما تلاحظون يتوقع أن تندفع هذه الكتلة القطبية باتجاه شرقي البحر متوسط وبلاد الشام مع ساعات مساء يوم الجمعة وتعبر كافة المناطق بمشيط لا تعلم عنه هار يوم السبت إلا أنها تنتقل تدريجيا إلى المناطق الشرقي متعدة عن المملكة مع ساعات مساء يوم السبت نتحدث في المحور الآخر على التوقعات مفسرة للهطولات المطرية والثلجية خلال الثمانية واربعين ساعة المقبلة نبدأها مع هذه الليلة حيث كما نراحظ مطول لبعض الزخات المطرية في المنطقتين الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى خاصة تلك الأجزاء الشمالية من المناطق الوسطى ذلك ناتج عن تدفق لتيارات هوائية جنوبية غربية هذه توقعات ما بعد منتصف هذه الليلة صباح يوم غد الجمعة يتوقع أن تعم الأمطار مهما من مناطق الشمال ووسط المملكة سواء بعد منتصف هذه الليلة أو صباح يوم غد هناك فرصة لأن تسقط زخات من البرد في المنطقتين الشمالية والوسطى أو بعض الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق القمم المرتفعات الجبلية العالية ولكن دون تراكمات بمشيئة الله تعالى المناطق الجنوبية تقريبا بمناء عن تأثير هذا الجزء من منخفض الجول وبداياته كما تلاحظون هي خالية من الهطولات المطرية فيما ذا ذهبنا إلى ساعات صباح المتأخر من يوم الجمعة وقبل الظهر نلاحظ أن الأمطار تعم أغلب المناطق الشمالية والوسطى بعض الأجزاء من البادية الشرقية المناطق الجنوبية من الأملكة خالية من الأمطار تبقى الفرصة مهيئة يعني بعض الزخات الثلجية والبرد فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى ولكنها غير مؤثرة تشتد الأمطار مع ساعات ظهيرة وعصر يوم الجمعة كما تلاحظون هذه الألوان التي أكثر زرقة تعني أن هناك المزيد من الأمطار الغزيرة بمشيئة الله تعالى تبقى الأمطار متركزة في المنطقتين الشمالية والوسطى المناطق الجنوبية ما زالت خارج هذه هي التغطي للمنخفض الجوي والقسم الأول منهم في حين تكون الأمطار بالامتداد نحو المناطق الكارك أي الجزء الشمالي من المناطق الجنوبية مع ساعات مساء يوم الجمعة أو ساعات الليلة الأولى من يوم الجمعة تتشكل جبهة هوائية ناتجة عن تدفق الهواء القطوي وتعمق باتجاه مناطق بلاد الشام لذا يتوقع عبور هذه الجبهة يتوقع بمشيئة الانتظام الهطولات المطرية في المناطق الشمالية والوسطى وامتدادها إلى المناطق الجنوبية لأنها تكون على شكل تساقط للثلوج فوق أعالي جبال طفيلة تحديدا في مناطق الرشادية والقادسية وما حولها بمشيئة الله تعالى وفي حين تكون المنطقة الشمالية والوسطى المرتفعات الجبالية العالية فيها مهيئة لتساقط زخات من البرد مع دخولنا في ساعات الليل تبدأ هذه الجبهة الهوائية بعبور المملكة وبالتالي نجد هطولات مطرية على طول الواجهة الغربية من المملكة شمال وسط أجزاء من المناطق الجنوبية وصلنا إلى أقصى المناطق الجنوبية ولكنها على الواجهة الغربية الجنوب الشرق والبادية الشرقية خالية من الهوطولات خلال هذه الفترة ويتوقع بدء تساقط الثلوج وتركمها على عموم مناطق جبال الشراء مرتفعات الطفيلة أجزاء من مرتفعات الكرك وأيضا مرتفعات لواء البتراء الطيبة الجنوبية جبل مبرك لواء الشوبك والمناطق الواصبة بين الشوبك ووادي موسى والهيشة هذه مناطق التي ترتفع أكثر من ألف إلى ألف ومتين متر أصح البحر يتوقع أن تشهد تساقطات ثلجية وتكون متراكمة على فترات تبقى الأمطار مخلوطة بالثلوج في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة بعيد منتصف الليل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية وتعبر هذه الجبهة المملكة وتبلغ ذروتها كما تلاحظون تبدأ هناك فرص تساقط الثلوج في المنطقتين الشمالية والوسطى على المناطق الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر عن سطح البحر ويتشمل أجزاء من غرب العاصم عمان ومرتفعات عجلون وجرش العالية ومرتفعات البلقاء العالية لا يستبعد أن تنتد بعض من هذه الزخات الثلجية بعيد من متصف الليل إلى مناطق أقل ارتفاعا بما فيها العاصم عمان كما يتوقع حدوث تراكمات متفاوتة للثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاع عن ألف متر أصح البحر ولكنها بشكل عام لن تكون تراكمات كبيرة في جنوب المملكة يستمر تساقط الثلوج على عموم مناطق جبال الشراء بما فيها أيضا مرتفعات الكركة العالية ويتوقع أن تكون هذه الثلوج بمشيئة الله تعالى متراكمة مع ساعات صباح يوم السبت تكون الجبهة الهوائية الأساسية قد عبرت شرقا تركز الهطولات في البادية الشرقية من المملكة تبقى الهطولات على الواجهة الغربية من المملكة على شكل زخات ما بين الحين والآخر تكون على شكل تساقط الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر عن سطح البحر في حين تستمر الثلوج بالتساقط على مرتفعات الكركة والطفيلة وجبال الشراء جنوبا كما تسقط زخات ما برد في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى خلال ساعات باخترابنا من ساعات الظهيرة من يوم السبت والصباح المتأخر تبقى نفس الوضعية الجوية طول الواجهة الغربية زخات من الأمطار والثلوج ما بين دين حين والآخر تكون الثلج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر على سطح البحر وتكون فوق مرتفعات الكرك والطفيلة وجبال الشراء وتستمر الهطولات المطرية في المنطقة الشرقية تشتد قلينا الفعلية الجوية في ساعات عصر يوم السبت من جديد ولكن يتزامى ذلك مع حسار الرياح القطبية بشكل تدريجي وبالتالي تشتد الأمطار تكون ربما رعدية أحيانا في بعض المناطق كما تكون مترافقة مع تساقط الزخات من البرد كما وتسقط الثلوج وتستمر بالتساقط فوق مرتفعات الطفيلة وجبال الشراء وتتراجع عن مرتفعات الكرك حيث يتوقع تتركز في مناطق أكثر ارتفاع عن سطح البحر مع ساعات عصر يوم السبت وتعم الأمطار كما تلاحظون من الهطولات معظم مناطق المملكة تتراجع بشكل لافت الهطولات مع ساعات مساء يوم السبت وتصبح أكثر عشوائية وعلى شكل زخات محلية في مناطق يعني متفرقة من المملكة من شمال وسط وجنوب وشرق ولكنها تصبح أقل حدة وأقل شدة بسبب رحيل المنخفض الجوي نحو الشرق مبتعدا عن المملكة بمشيئة الله تعالى إذن توقعات الأحوال الجوية الليلة في العاصمة عمان تقس قارس البرودة فيما إذا نظرنا نسبة لهذا الوقت من العام درجة حرارة صغرى درجتين مئويتين أجواء غائمة جزئيا مع بعض الزخات من الأمطار بين الحين والآخر كما تحدثنا هناك فرصة لبعض الزخات من البرد في ساعات الليلة المتأخرة وصباح يوم الجمعة مع تساقط لبعض الزخات الثلجية غير المؤثرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى المناطق الجنوبية والشرقية تعيش تحت تأثير أجواء قارسة البرودة ورياح نشطة مع حبات قوية على فترات بمشيط الله تعالى بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة الثلاثة أيام القادمة بدءا من يوم الجمعة التقس غدا الجمعة غاية في البرودة درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان ست درجات مئوية للتقريب نعطي على سبيل المثال درجة حرارة في العاصمة عمان معدلها الآن يقترب من العشرين درجة مئوية تسجل ست درجات فقط العظمى فهي أقل بكثير من معدلاتها في ساعات الليل درجة حرارة درجة مئوية واحدة في ساعات النهار الأجواء غائمة وماطرة مع تساقط البرد على فترات وبعض الزخات الثلجية الخفيفة صباحا في ساعات الليل تكون الأجواء ماطرة مع تساقط البرد ثم تبدأ الثلج بالتساقط فوق بعض المناطق مثل تلك التي ترتفع أكثر من ألف متر عن سطح البحر يوم السبت تقس شديد البرودة قارس البرودة درجة حرارة العظمى في العاصمة ما فقط خمس درجات مئوية أجواء غاية في البرودة غائمة مع هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى بين الحين والآخر تساقط الزخات البرد تبقى الفرصة مهيئة في ساعات الصباح لتساقط الثلج خاصة على المناطق التي تزيد ارتفاع عن ألف متر عن سطح البحر في ساعات الليل يمين التقسى الاستقرار تكون درجة حرارة صغرى أربع درجات مئوية مع أجواء غالبا غائمة مع تشكل للضباب وبعض الزخات المحلية من الأمطار ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الأحد تصل إلى 12 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا 6 درجات ليلة مع بقاء أجواء غائمة وطبق الأجواء عموما أبرد بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام قبل الختام هناك توصيات جادة وهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة والمطاقعة هناك انخفاض حاد وكبير على درجات الحار إثر تأثر مملكة بهذه الكتلة الهوائية القطبية وبالتالي ندعوكم إلى الاستخدام الآمن والحرص في الاستخدام الآمن لوسائل التدفئ ندعوكم إلى تدفئة منازلكم ولكن في نفس الوقت ندعوكم إلى استخدامها بشكل آمن أيضا ندعوكم لابتداء الملابس الثقيلة والمحافظة على درجات الحرارة المرتفعة داخل منازلكم الموسم هو موسم تفشي للفيروسات وكما تعلمون الوضع الصحي في المملكة وفي العالم وبالتالي يجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحضر من هذه الأحوال الجوية داخل منازلنا أيضا ندعوكم إلى عدم اللهو بالثلوج في حال تراكمة فوق المرتفعات الجبلي العالية غدا ليلا حتى لا نصاب بأي أمراض وأيضا ندعوكم إلى الانتباه جدا من هذه البرودة المتوقعة في الأجواء نوصيكم بعدم الخروج من المنازل امتثالا لأمر الحكومة وحتى لا تواجه أي مخاطر جوية في الخارج التقسي يكون عاصف بوجه عام في مناطق عديدة من المملكة نتمنى لكم أن تكون هذه الأجواء أجواء خيرة علينا جميعا وأن تساهم في القضاء على هذه الفيروسات بسبب البرودة الشديدة أدعوكم إلى البقاء في منازلكم ومتابع تطبيق تقسي العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الحالة الجوية أو لا تنسوا الاشتراك بقنواتنا المختلفة سواء عبر اليوتيوب أو الفيسبوك أو وسائل للتواصل الاجتماعي المختلفة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة